الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفاء العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها بحيث يتحقق أقصى استغلال للمنينة التحتية والتكنولوجية التي تم تشيدها في العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة والتي وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية حتى الآن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية شرك النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن التنصيقية شرك في مؤتمر مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي الذي نظمته الهيئة القطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك لمدة ثلاثة أيام وشرك في المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصية العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في إطار برنامج الحوار العربي العربية واختتم المؤتمر بمدوة عن التعليم في الوطن العربية شارك فيها الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيت نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني رئيسي تحالف الحرية والتغيير جعفر المرغني وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان بأن أبو الغيت استمع إلى شرح من المرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده والذي يضم أكثر من خمسة وثلاثين حزبا وحركة سياسية حيال صدام الجاري في السودان كما أكد المرغني على أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان فشلات الأمم المتحدة في جمع الأموال التي تحتاجها لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة متهالكة ترسو كبالة ساحل اليمن لتجنب كارثة بيئية ويحذر مسؤول الأمم المتحدة منذ سنوات أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من النقلة سافر بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة النقلة إكسون بالدز عام 1989 قبلت ألاسكا وعلقت الحرب وعمليات الصيانة في النقلة سافر عام 2015 وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل النقلة تتدهور بشكل كبير وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة مشاهدين انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل